كما واصل الوفد السعودي بقيادة وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل إلى المنامة واستقبله العاهل البحريني الملك حمد الخليفة وتم خلال لقاء بحث مجمل التطورات والأحداث المستجدة التي تشهدها المنطقة الإقليمية والعربية والتأكيد على أهمية استقرار المنطقة والحفاظ على أمنها وإبعادها عن التوترات وذلك قبل اجتماع مجلس التعاون الخليجي في محاولة أخيرة لإقناع قطر بالعدول عن مواقفها السلبية جاءت الزيارة السريع التي قام بها وفد سعودي رفيو المستوى يتكون من وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل ورئيس الاستخبارات خالد بن بنضر ووزير الداخلية محمد بن نايف وذلك قبل يومين من اجتماع مجلس التعاون الخليجي والذي ينتظر خلاله اتخاذ قرارات بشأن الدوحة بعدما أكد تقرير للمجلس عدم التزامها ببنود اتفاق الرياضة التقرير الخليجي الذي رفضت قطر التوقيع عليه وفقا لتقارير أعلامية أشار الاستمرار دعم قطر للإخوان وعدم تغير سياساتها التي كانت عاملا في زعزعة الاستقرار بالمنطقة بينما تصر الدوحة على تأكيد التزامها باتفاق الدوحة وخلال الأشهر الماضية خسرت قطر تعاطف الكويت وعمان بعدما اكتشفت الكويت تورط الدوحة في دعم أعمال تهدد أمنهم الداخلية بالإضافة إلى غضب عمان من دعم قطر لوسائل أعلامية روجت معلومات خاطئة عن صحة السلطان قابوس وبذلك تصبح قطر وحدها في مواجهة باقي أعضاء مجلس التعاون الخليجي حيث كانت السعودية والإمارات والبحرين قد سحبت سفراءها من الدوحة منذ مارس الماضي وسائل الألام الخليجية تؤكد أن اجتماع السبت المقبل سيشهد قرارا ضد قطر إذا لم تغير موقفها وتبتعد عن التدخل في الشأن الداخلي للدول العربية وتكفع مساندة تنظيم الإخوان ماديا وآلاميا إلا أن الإجراء الذي قد يتخذ ضد الدوحة لا زال مجهولا ترجمة نانسي قنقر